عليهم سلام الله وعليهم صحائب الرحمة وعلماءنا اللي علمونا ووليهم فضل علينا بعد ربنا علما وخلقا وسلوكا إنما دول ما شافوش حاجة من اللي احنا شفناها حاليا دول ما شافوش قد ايه الدنيا بقت مفتوحة وبقى عصر الفضائيات وعصر السوشيال ميديا بيصب عليك في ملايين ملايين المواقع ملايين المواقع إيش تبشير وإيش شذوز وشوية إلحاد وخد تشكيك وكل جماعة إرهابية في العالم لها مواقع لا تعد ولا تحصل وكل واحد من الناس بره يصحى بدري ويشوف نفسه مفكر يبدأ يفصل القرآن بطريقته ويفصل السنة بطريقته وتلاقي اللي بيرد عليك طريقته وأي شيخ عندنا حاليا بيقول أي رأي في أي حاجة لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حيلقي مئات المواقع اللي تشتموا مئات المواقع اللي بتقضح في عرضه مئات المواقع اللي بتشكك فيه مئات المواقع اللي بتلفق له أفلام مفابركة وصور مفابركة والأخبار مزيفة الحقيقة دول بيعملوا الكلام ده بيعملوا الكلام ده على كل البلد على كل الرموز على ما فيش يعني التزوير بقى بجح التزوير بقى فيه حالة من حالات البجاحة في أكتر من إن رئيس الجمهورية بنفسه يطلع على الهوى ويقول إن في بطاق التموين باسمه بطاق التموين باسم رئيس الجمهورية واحد يصر بيها التموين في إحدى المحافظات في مصر يعني زور بطاق التموين باسم رئيس الجمهورية عشان يصر بيها زيت وسكر إنت متخيل حضرتك مش بيزور باسم مأمور المركز مش بيزور بطاق التموين باسم شيخ الغفر مش بيزور باسم جزوخته اللي مات لا ده بيزور باسم رئيس الدولة عيني عينك كده يبقى في حالة إيه في حالة جرأة من المزورين ومن المزايفين لا 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 يوجد لها ثقف لا يوجد لها ثقف ترجمة نانسي قنقر